تكثف الولايات المتحدة الأمريكية من اجتماعاتها مع قادة الجماعات السياسية الكردية في سوريا للعمل على تأسيس إدارة مدنية مشتركة ووفد كردي موحد للمشاركة في المباحثات الدولية الخاصة بالملف السوري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وليام روباك عقد جولتين من المباحثات خلال الشهر الحالي مع قادة حزب الاتحاد الديمقراطي السوري وحركة المجتمع الديمقراطي من جهة ورئاسة المجلس الوطني الكردي من جهة أخرى بمشاركة مظلوم عبدي قائد ميليشيا قسد كما عقد اجتماعين مفاصلين مع ممثلي التحالف الوطني الكردي والحزب التقدمي الكردي وتهدف الاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية إلى تقسيم المناصب السياسية على أساس الاندماء الحزبي الكردي وتشكيل قيادة مشتركة للميليشيات التي تنتمي للأحزاب الكردية وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن تغييب دور المكون العربي في المنطقة الشرقية وتهميش دورهم والتعاون مع ميليشيا قسد ومن يدور في فلكها بكونهم هم المسيطرون على المنطقة وفرضها كأمر واقع على السكان دون الرجوع إليهم أو معرفة ما هي تطلعاتهم ومن يرغبون باختياره لحكمهم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة